يعلن بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة وحلقة غير أي حلقة نهارده بنفرح، النهارده بنرفع رأسنا في السماء نهارده فخورين فرحانين النهارده عندنا أبطال بيض وجهنا نهارده صار سمير فضية في رفع الأسقال أحمد الجند دهبية في الخماس الحديث إحنا ملوك اللعبة النهارده إحنا نجوم الأولمبيات النهارده إحنا جايين متأخر بس جينا بدهب تأخرنا كتير بس رجعنا بدهب رجعنا بدهب ورجعنا بفضة والحالة حلوة اليوم حلو وخلوا النهارده اليوم حلو يا جماع يعني حاولوا تفرحوا وتنبستوا آه في حاجات هنتكلم وهنفتح فيها كل الأمور وهنشوف التفاصيل ومن أثر ومن مساعدش بس يا سيدي خلينا النهارده نفرح في ناس تستغسر عليك الفرحة النهارده المشهد كان رائع يا جماعة أنا ما اعتقدش إن في لحظة أعظم ولا أجمل ولا أسمى من لحظة عز النشيد الوطني في الأولمبيات أنا متأكد متأكد مليون في المية إن أغلب الشعب المصري النهارده دمع وجسمه أشعر وهو بيسمع النشيد الوطني وعالم مصري بيترفع ما فيش أحلى من كده بص كل اللحظات السعيدة اللي بتعيشها في الرياضة في كرة القدم في كرة اليد في لعبة فردية في لعبة جمعية في أي حاجة أبداً أبداً ما تسويش لحظة زي لحظة عز النشيد الوطني تحس كده إن رأبتك في السماء تحس كده إنك فخور وفرحان تحس كده إنك عايز تنزل تركب طيارة وتلف في الدنيا كلها وتنزل في أي بلد في الدنيا وتقول يا جماعة أنا المصري أنا اللي ترفع عالم بلدي النهارده أنا اللي سمعته نشيد الوطني النهارده أنا اللي عند البطن أنا بلد الأبطال أنا بلد العزماء أنا البلد اللي فيها كل يوم شخص يخليك رأسك دايماً مرفوعة في السماء ترجمة نانسي قنقر